جدد رئيس أقليم كردستان اتهامه للحكومة المركزية بانتهاكها الدستورة موضحا أن قرار الاستفتاء جاء بعد أن وجد الكرد دولة طائفية انبثقت في العراق وإخفاقا لمبدأ الشراكة مع بغداد البرزاني وخلال كلمة نلقاها بمهرجان السليمانية أكد إن قرار إجراء الاستفتاء المقرر الاثنين المقبل للانفصال عن العراق هو قرار شعبي مؤكدا إن أربيلا لم تجد بديلا أفضل من الاستفتاء لكنه استدرك قائلا إن بإمكان الطرفين إجراء مفاوضات جدية بعد إجراء الاستفتاء لا فخر أكبر من وجود هذه الجماهير الغفيرة الداعمة للاستفتاء تجمعكم اليوم لدعم الاستقلال يبعث رسالة قوية للداخل والخارج لا شك أن أهالي السليمانية سيقولون نعم الاستقلال الاستفتاء هو قرار جميع شعب كردستان وكردستان هي بلد جميع المكونات الدستور ينص على أن الالتزام به هو الضامن للاتحاد الحر في العراق ولكن تم انتهاك الدستور قمنا بإعلان إجراء الاستفتاء منذ أمد بعيد لكنهم لم يأخذوا الأمر على محمل الجد وتوهموا أنه ورقة ضغط فقط الاستفتاء وسيلة للوصول إلى هدف مقدس ألا وهو الاستقلال